الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأنيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم ما كنا بدأنا به في الحصة الماضية حيث تكلمنا عن سجود السهو سجود السهو ذكرنا راجعوا معي أنه سجود سببه النسيان المسلم في صلاته ينسق قد يزيد وقد ينقص فهذا الخلل الذي يكون في الصلاة يجبر بسجود السهو وهذه هي طبيعة البشر النبي عليه الصلاة والسلام وسهو سلم من ركعتين في صلاة رباعية سلم من ركعتين وكذلك في صلاة العصر سلم من ثلاث وفي مرة زاد قام إلى الركعة الخامسة وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسك ما تنسون فإذا نسيت فذكروني وهذا السجود ذكرنا أنه على نوعين هناك سجود قبل السلام وهناك سجود بعد السلام السجود الذي قبل السلام الحكمة منه جبر الخلل يعني ممكن تكون نسيت حاجة في الصلاة نسيت تشهد الأول فهذا السجود السهو القبلي الحكمة منه جبر الخلل الذي يكون في الصلاة أما السجود البعدي فالحكمة منه هو إغاظة الشيطان لاحظ السجود القبلي الحكمة منه جبر الخلل والسجود البعدي الحكمة منه إغاظة الشيطان ذكرنا أن أسباب السجود تلاثة النقص الزيادة الشك إذا أنقص واجبا أو سنة مؤكدة من سواجب ولا سنة مؤكدة من سمتنا التشهد الأول فإنه يجد قبل السلام كذلك إذا زاد في الصلاة فإنه يجد بعد السلام إذا شك خمسين بميرها في ركعة الثانية خمسين بميرها في ركعة الثالثة يبني على الأقل إذ يروحها في ركعة الثانية ولكن يجد قبل السلام إذا شك هل هو في ركعة الثالثة أو ركعة الرابعة إذ يروحها في ركعة الثالثة ويسجد قبل السلام أما إذا كان عنده غالب الضن أو ضن يعني قلبه مال للشي هو ره شاك ره في الثالثة ولا الرابعة لكن لمالها قلبه ره في الرابعة إذ يروحها في الرابعة ويسجد بعد السلام إذا كان شك ره في ركعة الأولى أو ركعة الثانية وقلبه مال إلى أنه في ركعة الأولى إذ يروحها في ركعة الأولى ويسجد بعد السلام تقريبا هذا هو الذي أخذناه وأنبه أن الشك لا يلتفت إليه في أمور كان بعض الناس موسوسين كان يموسوس في الصلاة تاعه فهذا الموسوس لا ينبغي أن يلتفت إلى الشك كذلك الشك إذا طرأ بعد الفراغ من العبادة كيكمل الصلاة شك لما صلت ظهر ربع ركعات كي سلم شك باللي نقص ركع مدام هذا الشك جاء بعد السلام لا يلتفت إليه إذا لا تلتفت إلى الشك في الوسوسة الموسوسين وكذلك إذا كان بعد الفراغ من العبادة ما هي صفة سجود السهو سجود السهو سجدتان إذا كان قبل السلام انت رك بغي تسجد قبل السلام رك تتشهد وتريد أن تسجد قبل السلام تكبر تقول الله أكبر تسجد السجدة الأولى تقول سبحانه ربي الأعلى سبحانه ربي الأعلى كما السجود على الصلاة ودعي الله ثم قم جلسة بين السجدتين ثم تقول الله أكبر وزد السجدة الثانية ثم تقوم من السجدة الثانية حبي تشاهد وحبي ما تشاهدش في المذهب قولان قيل يُعيد التشاهد وقيل لا يُعيد التشاهد والظهر أنه لا يُعيد التشاهد لأنه سبق أن تشاهد أما هذك السجدات هذك الفاصل هذا الفاصل لا يضر إذن إذا جدت قبل السلام قبل ما تسلم كبر زد السجدة الأولى جيب فيها الدعاء عاود قوم اجلس بين السجدتين كي تقوم بالتكبير الله أكبر ثم زد السجدة الثانية مكبرا ثم قم من السجدة الثانية وإن شئت تشاهد والأفضل أن لا تتشاهد ثم سلم وليصلي في الجماعة يتعلم هذه الأحكام أما إذا كان سجود السهو بعد السلام قد يتسلم السلام عليكم تكبر تسجد السجدة الأولى تكبر تجلس بين السجدتين ثم تكبر تسجد السجدة الثانية ثم تكبر في المذهب أنك تتشاهد ثم تسلم نحن عندنا في المذهب تتشاهد ثم تسلم وإن شئت أن لا تتشاهد فلا تتشاهد وهذا الذي دلت عليه السنة أنه ليس هناك تشاهد أظن وضحنا لكم قدر ما نستطيع هناك مسائل تتعلق بسجود السهو أذكرها لكم إذا سلم المسلم قبل تمام الصلاة صلاة الظهر صلت لتركعات وسلم بعدما سلم تذكر بأنه ما جابش ركعب إن تذكر بعد زمن طويل يعني لات مباشرة سلمت قاعدت شوية تفكرت كنت حقا خاصة أني ركعة تقوم وتأتي بالركعة وتسجد بعد السلام تنوض جيب هذه الركعة لنسيتها وتسجد بعد السلام أما إذا كان تذكر بعد طول وقت يعني فوق خمس دقائق تذكر قال حقا صليت دورت لتركعات تنقصني ركعة هنا يعيد كل الصلاة فإن تذكر عن قرب يجيب الركعات لخاصته ويسجد بعد السلام أما إذا تذكر عن بعد بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة طيب لو زاد ركوع أو سجود في الصلاة واحد زاد ركوع في الصلاة عوض أن يركع ركوع واحد ركع ركوعين عوض أن يسجد سجدتين سجد ثلاث سجدات ماذا يفعل إذا تذكر بعد الفراغ من العبادة يعني كي سلم قال حقا غلط زب جوج ركوعات يسجد بعد السلام لأنه زاد والزيادة السجود لها بعد السلام بس صحيكون أثناء الزيادة يتذكر هو راه في الركوع تذكر قال له حقا أنا جبت الركوع هذا ركوع زائد مباشرة يعني يرجع ما يكملش هذاك الركوع تاعه لأن هذاك الركوع زائد ويسجد بعد السلام من ترك التشهد الأول تشهد الأول رأي يصلي ناضل ركعة الثالثة ما جبش التشهد الأول الآن إذا استتم قائما إذا وقف صحي ظهره قائما ما يوليش يعني بعض الناس يقوم يقول يا نسيت التشهد يولي لأن القيام ركن والتشهد في المذهب عندنا سنق ما نولوش من ركن للسنق إذا استتم قائما ما يوليش بينما لو قام ولكن لم يستتم قائما كان منحاني يولي يرجع ويجيب التشهد تعه ولا يجد بعد السلام إذا استتم قائما ما يرجعش ويجد قبل السلام أما إذا لم يستتم قائما يرجع ويكمل صلاة يجيب التشهد الأول تعاه ويكمل الرقعة الثالثة والرابعة ولا يجد وعلى المرة التانية يبغي مجرد ما يعني ينوض يعني قيام خفيف يفارق فخضيه الأرض هذا كذلك يرجع ويكمل صلاته ولا يأتي بسجود السهو مسائل ربما قد تكون معمقة ولكن أنا أزم أنكم تحتاجون إليها ونقول دائما إذا وقع عليك إشكال أسأل إمام المسجد أسأل من هو أعلم منك أما أن تبقى هكذا حيران فهذا سيريتك الشك لهذا هديثنا فائدة العلم لما تكون عندك علم تعبد الله على بصيرة وتفيد الناس من المسائل التي نذكرها أن المأموم إذا سهى فإن الإمام يحمل عنه سهوة يعني كي تكون تصر يمر إمام وتنسى حاجة الإمام هو لي تحملها ما تجيبش من بعد سجود السهو إلا إذا نسيت ركن إذا نسيت قراءة الفاتحة إذا نسيت ركوع نسيت سجود أهنا واش تدير كي سلم الإمام هذيك الركعة اللي نسيت فيها الفاتحة ولا هذيك الركعة اللي نسيت فيها الركوع ديروحك ما جبتهاش تلغيها وتأتي بتلك الركعة إذا إذا كنت تصلي وراء الإمام إذا سهيت الإمام يتحمل عليك إلا إذا نسيت ركن فإذا نسيت ركن كي سلم الإمام نور جيب هذيك الركعة يعني هذيك الركعة اللي نسيت فيها ديروحك ما جبتهاش واشجود بعد السلام المسبوق لاحظوا هذا المسألة ركز عليها كثيرا في بعض المرات الإنسان يكون مسبوق يكون فيتينها بركعة ولا بركعتين والإمام يجيب سجود السهو كيفاش يدير هذاك المسبوق إذا كان الإمام جاب سجود السهو القبلي وإنت كنت مسبوق اسجد مع الإمام لأن الإمام مدام ما سلمش يجب عليك أن تتابعه ركي ما نقوله مسجون فإذا الإمام جاب سجود السهو القبلي اسجد معه سجود السهو القبلي وكي سلم رقع السلاة التاعك أما إذا كان الإمام يجب سجود بعدي يعني الإمام سلم وراح يجب سجود بعدي أنت ماذا تفعل سلم أنت متسلمش انتأ نوض كمل الصلاة التاعك رقع الصلاة التاعك اقضي الركاعات التي فاتتك ومن بعد لما تسلم زيب السجود البعدي حتى لا تختل السلاة تخيل الإمام جيب السجود البعدي تخيل أنت تجيب معه السجود البعدي الإمام سلم تسلم زيب سجود بعدي زيب سجود بعدي عاود هو يسلم تنوض انت تقضي الركاعات الصلاة تختل فإذا إذا كان الإمام عليه سجود قبلي تبعه جيب معه السجود قبلي ومن بعد رقع الصلاة تاعك أما إذا كان الإمام عليه سجود بعدي كيسلم الإمام لا تأتي بالسجود البعدي قم ورقع الصلاة تاعك اقضي ما فاتك من بعد جيب السجود البعدي المستنكح ما معنى المستنكح المستنكح هو لهو كثير الشك هذا المستنكح لهو كثير الشك كما اتكرنا لكم لا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الشكوك المريضة ومسوس بالشكوك لو جاء الشيطان وقالها راح نسيت لا يلتفت إليه من سهى في سجود السهو كي اللي في سجود السهو يسهو فإذا سهى في سجود السهو فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الشكوك من عاوة يجيب سجود أحد آخر هو راه سهى في الصلاة راه بغي يرقع السهو يجيب السجود البعدي مثلا فالسجود البعدي عاوة سهو من عاوة يجيب سجود السهو آخر فمن سهى في سجود السهو لا يأتي بسجود آخر إذن تقريبا ذكرنا مسائل وإن كانت يعني نوعا ما متفرقة نزيد مسألة في بعض مرات الإنسان في الصلاة السرية يغلط يجهر صلاة الظهر يقرها جهر فمن جهر في محل السر يجيب سجود بعدي لأنه زاد قالت هو الصلاة السرية هو زاد جهر والعكس إذا أسر في محل الجهر صلاة جهرية المغرب صلاها بالسر مدام صلاها بالسر يعني نقص الجهر مدام نقص يجد قبل السلام إذن اليوم وش دينا يا جماعة الخير نحب أنا أتفهم معايا هذا الذي يهمني معلش مش كل شي تسمعه مني غادي تفهمه قد تفهم أشياء قد تغيب عنك أشياء ولكن عاود عاود واسمع مني الحلقة جيدا بإذن الله يتفهم قلنا سجود السهو ساي الصفة تعه سجدتان يكبر يجيب السجدة الأولى عاود يكبر ويجيب بين السجدتين عاود يكبر يجيب السجدة الثانية عاود يكبر إذا كان سجود قبلي معاوتي التشهد وإذا كان سجود بعد في المذهب يعيد التشهد والأفضل أن لا يأتي به إذن هذه بعض المسائل التي تتعلق بسجود السهو أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تقريب هذه المعاني إليكم وأنا أزم أنكم مديتوش مئة بالمئة ولكن كاليدة سبعين بالمئة كاليدة خمسين بالمئة والمهم هناك مسائل هامة مثل مسألة المسبوق هذه اللي اقتضلتها من عمله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر